نعم بها أولانا وكفى به مولانا أحصى فلا ينسانا قال أشكر وأعانى فكفى به مولانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهديه الله تعالى فلا مبل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مدين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل مجيد وبعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدفاتها وكل محدفة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعض فإن البلاء أيها الإخوة قد يكون نعمة أن الإنسان منه يرجع ويتوب ويأوب إلى ربه سبحانه وتعالى وهذه الدنيا ليست فيها سعادة الدنيا ليس فيها سعادة السعادة ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى في القرآن مرة واحدة فقال تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة السعادة في الجنة محن الزمان كثيرة لا تنقضي وسرورها يأتيك كالأعياد في طبيعة الدنيا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء صبر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له وقال عليه الصلاة والسلام لا يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه وأخبر أيضاً صلى الله عليه وآله وسلم أن فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة هذا البلاء يا أخوانا ده شيء طبيعي جداً في حاتب الناس هناك درجات في الجنة يا أخوانا الإنسان لا يبلغها إلا بشيء من الهموم والغموم والمكاد والأكدار والبلاية والرزايا يبقى ده شيء طبيعي قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يتركه ويمشي على الأرض وليس عليه خطيئة إنك أنت تبتلى وتمتحك زي ما قلنا لازم يا أخوانا الحياة يبقى فيها شيء من الأكدار عشان دركتك تتعلى شوكة في الجنة ممكن أنت بالعمل بتاعك لا تبلغ إلى هذه الدرجة لكن ربنا يبتلك شوية شوية أمراض عندك هموم عندك غموم حتى الشوكة الشوكة يا مؤمن حتى الشوكة يشاكها يكفر الله عز وجل بها من خطاياه لما شكى رجل إلى سهل ابن عبد الله تستري شكى إليه قال سرق لس داري أو متاعي فقال أحمد الله على أن الشيطان لم يدخل إلى قلبك فيسيق التوحيد منها الحمد لله دي جات على قد الفلوس جات على قد العربية جات على قد أي حاجة أي حاجة لها عوض إخوانا لكن أنت الشيطان لو سلب منك قلبك هتعيش إزاي؟ هتعيش بقى في ظلمات الإلحاد وظلمات بقى الضلالة والكلام ده كله؟ الحمد لله أنت ربنا جعل قلبك عامر بالإيمان أي شيء له استعاضة أي شيء ممكن تعوضه تشتغل شوية تجيب فلوس ربنا يكرمك بذرية تانية رجوعها بذوجة أخرى أي شيء له استعاضة لذلك زي ما قلت البلد ده شيء طبيعي جدا في حياة الناس مش كل الحياة تبقى ماشي على وثيرة واحدة على سعادة واحدة الدنيا يا إخوانا إيه؟ كدرة المشارب تورث للبرية أنواع الرزية فلابدو لننسى يا إخوانا أنه حتى يوطن بقى نفسه على البلاء ده بلاء الدنيا ونكد الدنيا وهموم الدنيا وغموم الدنيا وأكدار الدنيا حطوفوها رصدوا وعايشوها نكدوا وصفوها كدروا وملكها دولوا تظلوا تفزعوا بالروعات ساكنوا طول ما انت عايش عمال تفزع ليه؟ صاحبك ده مات أنتي مك راح سافر ابنك مش عارف إيه اللي حصل سافر عشان يدرس مش عارف فيه زوجتك إيه؟ ابنك إيه؟ بنتك أبوك أمك ماتوا طيب ده طبيعة الدنيا دي طبيعة الدنيا حطوفوها رصدوا وعايشوها نكدوا وصفوها كدروا وملكها دولة تظل تفزعوا بالروعات ساكنوا فما يسوق له عايش ولا جذر كأنه للمنايا والرد غرض تظل فيه سهام الدهر تنتظر والنفس هاربة والموت يتبعها وكل عثرة رجل عندها جلل والمرء يسعى بما يسعى لوارفه والقبر وارث ما يسعى له الرد بس الإنسان بعضا يحاول بأن يسأل ربنا العافية ده أفضل شيء يا أخوانا ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو اللهم بإني أسألك العفو والعافية في الدنيا في ديني ودنيا وأهلي ومالي هكذا إنسان يا أخوانا يدعى ربنا كان يدعو هذا الدعاء صباحا مساء عليه الصلاة والسلام وقال أيضا لعم العباس يا عم أكثر من سؤال الله العافية أو أكثر من الدعاء بالعافية إنك أنت الحمد لله إنك أنت ربنا يتم عليك النعمة وحفظ عليك صحتك وبدنك وجسدك يا نعمة يا أخوانا نعمة نعمة يا أخوانا والله إن ربنا الحمد لله يعافيك في بدنك إنك تقدر تقوم تخدم نفسك تقوم تصلى ركعتين تقوم تشتغل تقوم تعمل أي خير أنت بتعمل في نفسك في ناس يا أخوانا محتاج بس هو أمنيته في الحياة إن حدي لبله ورقة المصحة ورقة المصحة أنت الحمد لله ربنا أكرمك وفي ناس بتتمنى من أمنياتها إن يحط جبهته في الأرض إن يسجد لربنا إنه يذوق لذة السجود إنه يذوق لذة القراءة في ناس يا أخوانا أمنيتها في الحياة إنه يأكل أكلة زال اللي انت بتاكلها في ناس يا أخوانا في الحياة أمنيتهم إنه يعرف يتكل الحمام إنه يقدر يقضي حاجته في الحمام ده طموحه ممكن يكون عنده فلوس كتير آه بس سلب منه أعظم شيء ألا وهي الصحة فالصحة رأس على رؤوس الأصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى عاية تعرف النعم اللي انت فيها زور المستشفيات زور المرضى عشان تعرف ما أنت فيه من نعمة وما أنت فيه من خير فالرزق يا أخوانا مش فلوسه وخلاص وقس لذلك كان سيدنا الفاروق عمر يقول ما بتريته بشيء إلا إلا قلت أنه أن الله أعزائي الأنعم علي فيه بأربعة يعني أنه لم يكن أكبر مما كان أنه لم يكن أعظم مما كان يعني أنه لم يكن في ديني لم يكن في ديني لم يكن أعظم أو أكبر مما كان أنني لم أحرم فيه من الرضا أنك أنت برضو ترضى بما قسم الله لك الحمد لله وراضي وراضي وصابر يا رب والأخيرة أنني أرجو الثواب من عند الله دي أربع حاجات مع كل بلاء أنك أنت تقول الحمد لله أنا مش في ديني الحمد لله أنا مش أكبر من كده أن الحمد لله أنا ربنا يرزقني فيه الرضا أن آخر حاجة أن ربنا يأجرني فيه وزي ما قلنا الفلوس الصح الفلوس مش فلوس بس يعني النعمة مش فلوس وخلاص جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو الفاقة والفقر والحاجة والعوز مش لا فقال له يونس شو بقى حسبك كده عقلية شوي قال لو يا هذا أترضى بصرك هذا بمائة ألف تديني عينك دي تاخد مئة ألف قال لا قال فسمعك هذا بمائة ألف ناخد السماع بتاعك جدنك وزنك بمائة ألف قال لا قال فجعل يعد على يدك رجلك هكذا قاعد يعد عليه النعم اللي في جسمك كله كله ترضى هذا ترضى ناخد إحنا النعم دي ونديك على كل حاجة متقلب قال لا والله لا أرضى فقال له يونس بن عبيد أرى عليك مئين ألوفا وأنت تشكو الفاقة ما شايفك مليونير وظلنا معيش دا أنت مليونير يعمل حاج بس أنت لمش حسب أن يعمل أنت فيها دي وهو زي ما قلت برضو يا أخوان ما في ناس يقول لك خد نص ملكي بس أكل زي ما الناس بتاكل أن أنا أعرف أعيش زي ما أنت عايش أعرف أموح واجي أعرف أدخل الحمام أعرف أقلب ورقة المصحف أعرف أكل أكلة من اللي أنت بتاكلها أعرف أنام من غير ألم دي كلها نعم يا أخوان نعم بس إحنا مش حاسين بيها لأن إحنا بننظر إلى الكوب أو الكوب الملاء ننظر إلى الجذب الفارق مش بننظر إلى مليان لأ أنا عادة تنظر بنظرة إيجابية وأن البلاء ده شيء طبيعي في كل حياة الناس كل الناس بداية من الأنبياء يعني كله ابتلوا حسبتهم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم بستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب نحن نحاول إن إحنا بقى إيه يعني زي ما قلت ننظر إلى الجانب الإيجابي في حياتنا ونحن نصبر على هذا البلاء وهذه اللأواء فمن فوائد البلاء تذكر أحوال من هم أشد ولا أميك كذلك تلقي هذا البلاء بالرضو ومعرفة طبيعة الدنيا إنها زي ما قلنا دار بلاء ودار هم وغم وكدر وكذلك معرفة الثواب المترتب على هذا البلاء وكذلك حفظ اللسان عن الشكوى لا تشكو ربك إلى أحد لا تشكو ربك إلى أحد الإمام أحمد رحمه الله لما مرضه فدخل عليه بعض الناس يعودونه فكان الإمام أحمد يئن عماله آه آه فقال له هذا الزائر قال يا أبا عبد الله بلغنا أن طاوس بجيسان نهى عن الأنين أنه رح يقول آه آه في التعب يعني وقال وكأنه شكو الله إلى عباده أو إلى عواده لكنك الحمد لله صبر صبر يا أبا الحمد لله أسأل الله عز وجل أن يعافينا وأن يسلمنا أن يحفظ علينا صحتنا وعافيتنا ونتم علينا وعليكم نعمة الصحة والعافية والرضا اللهم أمين أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم بها أولانا وكفى به مولانا أحصى فلا ينسانا قال أشكر وأعانا فكفى به مولانا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر